مفاجآت ساحرة في توقعات ماجي فرح العام الازدهار اكتشف الابراج المحظوظة اللي هتغرق فيه ثروات مالية ورحلات سفر لا تنتهي اول حاجة برج الحمل احنا عارفين انه هو من 21-23-24 هيكون العام مليء بالتحديات تخصون الشهور اللي احنا جايين فيها دي شهر ابريل ومارس والفرص لبرج الحمل ويواجه بعض الصعوبات في البداية لكن مع الصبر والتفاؤل هيتمكن من تجاوزها وتحقيق نجاحات كبيرة جدا وينصح الخبراء بانه يكون منفتع على الاخرين ويتعاون معاهم في شغله عشان يحقق ارباح كبيرة جدا ويحقق هدافه بصولة اكبر اما التور من 21-24-25 هو يكون عام الفرص والتحديات للتور هيواجه صعوبات في الاول في العمل والحياة الشخصية لكن مع الصبر والتفاني هيتجاوزها ويحقق نجاحات اللي هو بيتمناها ولازم يكون في علاقاته سواء عاطفية او مهناية يكون مارن ومتفهم عشان يقدر يتعامل مع الاخرين اما برج الجوزاء من 21-26 هيكون عامة ليه بالتحديات والفرص لبرج الجوزاء وياجه بعض الصعوبات في العمل والحياة الشخصية لكن مع الصبر والتفاني برضو هيحقق كل اللي بيتمناها ان شاء الله بإذن الله ولازم يكون مارن برضو متفاهم تجاه شريك حياته اهم حاجة في الحياة هي المرونة وانه يتفهم شريك حياته ايضا هيكون العام زي ما قلت لكم لازم يكون صبور الجوزاء ويعبر عن مشاعره بصدق وصراحة اما العقرب هيكون عام مليء ومصير بالتحديات والفرص يشهد حياته الشخصية والمهنية بعد التغيرات والتحولات لكن مع الثقة بالنفس والتفاؤل هيتأقلم معها وحقق نجاحات كبيرة وينصحه الخبراء ان يكون اكثر صبرا وتركيزا في العمل ايضا البرج بعد كده اللي معانا السرطان في عام التحديات في العمل وحياة الشخصية ولكن مع الثقة في القدرات والتفاني هتمكن من تجاوزها وتحييه نجاحات كبيرة جدا ولازم يكون صبور ومركز في شغله ويستغل الفرص المتاحة له بشكل جيد جدا اما العزراء هيكون عام مليء بالتحديات والفرص ويجه بعض الصعوبات في العمل والحياة الشخصية لكن مع الصبر والتفاني هيتأجاوز هذه الصعوبات ويحقق نجاحات اللي هو بيتمناها ولازم يكون اكثر تركيزا متنظيما في العمل ويستغل الفرص المتاحة امامه عشان يحقق النجاحات اللي هو بيتمناها اما العقرب برضو عام مليء بالتحديات والفرص وممكن حياته الشخصية والمهنية بفي تغيرات وتحولات لكن مع الصقة والتفاؤل هيتأقلم معاها ويحقق نجاحات كبيرة جدا وبرضو لازم يستغل الفرص اللي قدامه عشان يقدر ينجح في شغله ويحقق ارباح مالية اللي هو بيتمناها كمان معانا برج الدلو يكون عام التحولات في حياته الشخصية والمهنية والتغيرات لكن لازم يتأقلم معاها عشان يحقق النجاحات الكبيرة اللي هو بيتمناها وهو لازم يعبر عن مشاعره بصدقه وصراحة لازم يبعنده برضو صبر أما الجادي يكون عامة ليه بالتحادات والفرص لبرج الجادي يواجه صعوبات في الشغل ولكن هيتدر يعني يتجاوزها ويحقق النجاح والنمو اللي هو عايزه ولعنده قدرة على تجاوز العقابات والتعامل مع المشاكل بشكل فعال ومنظم وأيضا هيواجه صعوبات في التواصل مع زملاء وفهم احتياجاتهم وأيضا يحتاج إلى التعامل مع ضغوط العمل وإدارة وقته بشكل فعال ومع ذلك هيستمتع بالقدرة على تحقيق النجاح في العمل بفضل صفاته القيادية والتفاني في العمل